تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها المستمر على أنحاء قطاع غزة لليوم الثاني والخمسين بعد المئة على التوالي وأوضحت مصادر الطبية أن عدوانا اليوم أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات حيث شنت قوات الاحتلال غارات مكتفة وقصف مدفعية على شرق البريج والمغراقة والزهراء وشمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة وعلى مدينة رفح بجنوب القطاع كما استدفى العدوان جنوب حي الزيتون بمدينة غزة هذا وأعلنت السلطات الصحية في قطاع غزة أن قوات الاحتلال ارتكبت تسعة مجازر خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية راح ضحيتها ستة وثمانون شهيدا وأصيب خلالها مائة وثلاثة عشر مصابا كما أعلنت ارتفاع عدد ضحايا العدوان إلى ثلاثين ألفا وسبعمائة وسبعة عشر شهيدا واثنين وسبعين ألفا ومائة وستة وخمسين مصابا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة